السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم بعنوان مصادر الأفعال الثلاثية والأفعال المزيدة بحرف وهو في الصفحة 71 للصف السابع سنبدأ معكم ومتممين الحصة الماضية لنتعرف على مصادر الأفعال الثلاثية نبدأ بالعناوين تعريف المصدر معرفة مصدر الفعل والتخراج الفعل من مصدره ثم حل التطبيقات إن أمكن في هذا الفيديو نبدأ بالمصدر هو اسم يدل على حدث غير مرتبط بزمن معين أي عمل وليس له زمن غير معروف زمنه ويعرب المصدر حسب موقعه في الجملة نأخذ الأمثلة الآتية ونتابع معا لكي نستوعب الأمثلة بشكل جيد نقرأ في المثال الأول مثلا هنا في هذا المثال في المثال الأول ونقول نزل الماء من الصنبور نزولا نلاحظ معا كلمة نزل كلمة تدل على فعل وهو فعل ماض وعرف الزمن لدينا أما عندما نقول نزولا فهو الكلمة التي تدل على الحدث أي العمل لكننا لم نعرف متى كان هذا النزول هل هو في الماضي أم في الحاضر أم متى كان لم نعرف متى موعد أو متى حدث هذا النزول ونلاحظ أيضا أن كلمة نزولا هي عبارة عن اسم لأنها منونة بتنوين الفتح لنأتي إلى المثال الثاني ونوضح مع بعضنا البعض نقول رفع الطالب يده رفعا عندما نقول رفعا فالفعل رفعا هو فعل ماض أيضا وكلمة رفعا هي كلمة تدل على حدث لكننا لم نعرف متى كان هذا الرفع هل كان في الماضي أم في الحاضر أم ما إلى ذلك ننتقل إلى المثال الثالث ونقول ندم المخطئ ندما شديدا ندمة هو فعل أيضا وندما كلمة تدل على اسم وهذا الاسم غير معروف الزمن وغير مرتبط بزمن معين إذن الكلمات التي تحتها خاط نلاحظ نزولا رفعا ندما أسماء أولا لأنها منونة ثانيا هي مصادر ومعنى المصدر هو الحدث أو العمل الذي يصير ولا يجوز أن نقول عنها أفعال لاحظ نزل هو الفعل أما النزول فهو الحدث أي النزول الذي الاسم الذي يدل على حركة وعمل نلاحظ أيضا هنا من كيف نميز الفعل من المصدر الفعل له زمن معين المصدر ليس له زمن معين الفعل يعرب كما اعتدنا سابقا نقول نزل هو فعل ماضي ونزولا أتت هنا منصوبة يعني أن المصدر يعرب حسب موقعه في الجملة كما في المثالين رفع وندم فالكلمتين فالكلمتين عفوا تدلاني على كل منهما على فعل وكلمة رفع وندم ونلاحظ معنى الحركات رفع بتسكين الحرف الأوسط وندم بفتح الحرف الأوسط تدلاني على اسم هذا الاسم يدل على مصدر إذن المصدر هو استنتجنا أنه اسم ويدل على حدث معنى الحدث أي عمل لا يجوز أن نقول فعل ويأتي حسب موقعه في الجملة ولا يرتبط بزمان محدد ونأتي لنتعرف معا على مصادر الأفعال الآتية جلسة هو فعل فعل ماضي ومصدره جلوس إذن جلس الفعل وجلوس المصدر ويختلفان في المعنى في معرفة الزمن لكل منهما جلسة فعل يدل على الزمن الماضي إذن فعل ماضي وجلوس هو اسم لكن ليس له زمن محدد متى كان هذا الجلوس لا نعرف لا نستطيع المعرفة واعتدنا أو تعودنا وعرفنا أنه اسم من التنوين في آخره عند كلمة جلوس هنا لنأتي وننظر إلى التنوين أيضا في المثال الثاني فرحة مصدره فرح لاحظ أن الفعل فرحة هو مفتوح الحرف الأول هنا ومكسور الأوسط وفتحة على الفعل الماضي لأنه حدث في الزمن الماضي أما فرح فهو مصدر أي حدث ولم نعرف متى حدث هذا العمل أو متى حدث هذا الفرح متى كان في الماضي أم في المضارع أما إلى ذلك أيضا فهما فهما تدل على فعل في المثال الأول في الأول الجملة عفوا وفهم هنا كلمة تدل على مصدر المصدر هو الحركة الحدث الذي يحدث الفهم لم نعرف متى كان هذا الفهم نلاحظ هنا أنه يمكن أن تأتي الكلمات المصادر جلوس فرح فهم حسب موقعها في الجملة فنقول مثلا جلوس الطالبي كان مريحا جلوسه أتت في بداية الجملة إذن هي مبتدأ نقول أيضا فرح الطالب فرحا شديدا فرحا هنا إذا أردنا إعرابها فأتت مفعول مطلق منصوب أما فهم فنقول أعجبت بفهمي الطالب للدرسي بفهمي إذن أتت هنا وتعرب اسم مجرور وعلامة جره الكسرة إذن تعرب المصادر حسب موقعها الموجود في الجملة لنأتي معا إلى الشرح الآخر عفوا لنأتي إلى الشرح الآخر ونقول هنا الخلاصة الكلمات السابقة جلوس فرح لاحظ أن الحرف الأوسط عليه فتحة وتنوين ضم على الحرف الأخير وفهم ننتبه إلى الحركات جيدا أعزائي الطلاب تعتبر مصادر لأفعال ثلاثية لماذا؟ لأن أفعالها جلوس الفعل منها هو جلسة وهو فعل ثلاثي إذن جلوس تعتبر مصدر لفعل ثلاثي فرح فعلها فرحة وهي مصدر لفعل ثلاثي فهم هو مصدر لفعل فعله فهم وهو فعل ثلاثي أيضا ننتقل هنا لنتعرف مصادر الأفعال الآتية نقول أكرم الرجل ضيفه إكراما في المثال الأول الفعل أكرم هو فعل ماض عرفنا الزمن لكنه ليس ثلاثيا هو هو فعل مزيد بالهمزة في أوله إذا لاحظنا عزيز الطالب الأفعال الثلاثية المزيدة بحرف إذن هو فعل مزيد بالهمزة مصدره يكون إكراما مثل ما نقول أظهر إظهارا أو أجبر إجبارا إذن أكرم هنا مصدرها إكراما هذب الأب ابنه تهذيبا هذب فعل لكنه ليس ثلاثي وكيف عرفنا وجود الشدة على الحرف الأوسط هنا عندما نلاحظ وجود الشدة هنا تابعوا معي على الذال على حرف الذال إذن هو فعل مزيد بالتضعيف نقول أي فعل مزيد بالتضعيف مصدره على نمط تهذيب أي نقول هذب الابن ابنه تهذيبا أو مثال آخر وهو جمع تجميع و قرب تقريب إذن على نمط المثال قاتل في المثال الثالث الجنود قتالا شديدا ويجوز أن نقول مصدر آخر مقاتلة قاتل الفعل هنا إذا لاحظنا أن الفعل هنا أن الفعل عفوا هنا فعل ثلاثي مزيد بالألف في ثاني وليست الهمزة كما في أكرمة أكرمة هنا في بداية الكلمة الحرف الأول همزة إذن هو فعل مزيد بالهمزة في أوله قاتل فعل مزيد بالألف في ثاني الفعل المزيد بالألف في ثاني مصدره على نمط كلمة قتال إذن قاتل الجنود قتالا قتالا هنا المصدر إذن المصادر الآتية قتالا مقاتلة تهذيبا إكراما هي عبارة عن أسماء أو حدث نقول ليس لها زمن معين فمتى حدث الإكرام في الجملة الأولى لا نستطيع أن نحدد الزمن متى هذب الإبن ابنه تهذيبا متى حصل هذا التهذيب لا نستطيع أن نميز الزمن وهنا القتال متى قاتل الجنود هل نستطيع معرفة الزمن إذن لا نستطيع إذن هي عبارة عن مصادر عبارة عن أسماء عن حدث عن أعمال حدثت ولكن غير مرتبطة بزمن معين وهنا أتت منصوبة وممكن أن تأتي حسب موقعها في الجملة فمثلا كلمة إكرام ممكن أن نقول إكرام الرجل ضيفه كان جيدا أو كان مسرا إذن هنا إكرام أتت مبتدأ إذا غيرنا الجملة نقول مثلا في التهذيب رأيت تهذيب الأبي لابنه هنا جعلتها أيضا أنا منصوبة مفعولا به نقول أعجبت بقتال الجنود جعلتها أيضا في جملة أخرى ماذا مجرورة إذن يعرى بالمصدر حسب موقعه في الجملة ننتقل إلى ما يأتي إذن الكلمات السابقة عبارة عن أسماء وهي مصادر لأفعال ثلاثية مزيدة بحرف فكلمة إكرام وكلمة تهذيب وكلمة قتال ومقاتلة دلت على حدث حدث اتفقنا أنه عمل ولكن ليس له زمن محدد فالمصدر إكرام يمكن أن يحدث في أي زمن ويعد مصدرا لفعل ثلاثي مزيدا بالهمزة وهو أكرم أين الهمزة؟ إذن هي في بداية الكلمة هنا في كلمة أكرم نقول المصدر تهذيب مصدر لفعل ثلاثي مزيد بالتضعيف ليس المصدر المزيد بالتضعيف لكنه الفعل وهو هذب هذب مزيد بالتضعيف وإذا لاحظنا الشدة هنا على الفعل الدال هل شاهدتموها؟ إذن وهو فعل مزيد بالتضعيف والمصدر قتال أو مقاتلة مصدر لفعل ثلاثي مزيد بالألف في ثاني وهو قاتلة إذا لاحظنا الألف في ثاني الفعل وهو قاتلة كما رأيتموها إذن هذه تعد مصادر كما المصادر السابقة كلمة جلوس وكلمة فرح وكلمة رفع لكنها هنا تختلف عن الأولى أن أفعالها كانت أفعال ثلاثية مزيدة بحرف والأولى هي عبارة أن أفعال ثلاثية مجرد أي ثلاثية فقط ننتقل إلى هنا هاتي مصادر الأفعال الآتية نقول أسلم فعل مزيد بالهمزة مصدره إسلام سلم مصدره تسليم لأن سلم مزيد بالتضعيف أو الشدة سلم مزيد بالألف في ثاني مصدره مسالم ناقش مزيد بالألف في ثاني مصدره ماذا مصدره إذا نقاش أو مناقش جمع هل ترون الشدة في الفعل جمع على حرف الميم وحقق مصدر كل منهما تجميع وتحقيق أظهر فعل مزيد بالهمزة في أوله المصدر هو إظهار جميع الكلمات وهي إسلام تسليم مسالمة نقاش أو مناقشة تجميع تحقيق إظهار عزيز الطالب هي عبارة عن مصادر لأفعال مزيد بحرف واحد ننتقل هنا أريد أن يكون هذا واجبا لديكم أريد أن تكونوا في مزيدا من الراحة حتى تتمكنوا من حل هذا الواجب استخرج المصدر من الفعل الثلاثي المزيد بحرف ثم قم بصياغته أو بصياغة الفعل الذي اشتق من التفريط في الدراسة يودي يودي أن يوصلك يودي بك إلى الرسوب لهذا يجب عليك الاجتهاد والتحضير والمتابعة من أجل تحقيق النجاح وإسعاد أهلك وإدخال الفرحة عليهم إذن هنا يوجد في هذا النص مصادر أو في هذه الفقرة أو العبارة مصادر يجب عليك استخراج المصادر وبيان الفعل الذي اشتقت منه هل يتضح هنا إذن عليكم بالمتابعة وكتابة الواجب المطلوب وإرسال الواجب على موقع مجموعة أو غروب المدرسة الواتس أب الذي سيقام اليوم إن شاء الله ننتقل هنا على مجموعة المدرسة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة